وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجم السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 270 طن من المواد الغدائية وغير الغدائية هذا وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 25 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 237 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزياد من السعر الرسمي للأرز الأبيض كما تم ضبط أكثر من 13 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغدائية فضلا عن ضبط 722 قضية في مجال قضايا المخابس من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و141 قضية خبز غير متابق للمواصفات يأتي ذلك فيما تم ضبط 6 قضايا في مجال القضايا التاموينية المتعلقة بغش الأعلاف بمضبطات بلغت أكثر من 35 طن